خارج أرضيهما وبعيدا عن تضرر مصالحهما يتراشق اللعبون الدوليون ويحولون أراضي شعوب المطهد مسرحا لتصفية حساباتهم إيران تصعد ضد أمريكا فيتوتر الجو في العراق تتكرر حالات قصف المواقع الأمريكية بالصواريخ والقذائف دون أن يتبنى أحد هذه العمليات الرد الأمريكي على هذا التصعيد يكون على شكل هروب أو تردد في المواجهة بحسب مؤشرات الواقع وكالة رويترز تؤكد أن القوات الأمريكية تعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين من قاعدة بلد الجوية وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتعرض قواعد أمريكية في العراق خلال الأسبوع الماضي لهجمات صاروخية لم يعرف مصدرها تفصل رويترز أن الجيش الأمريكي أبلغ المسؤولين في العراق بأنهم سيقومون بإجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 من قاعدة بلد بطائرات عسكرية خلال عشرة أيام على مرحلتين لكن وكالة سبوتينغ الروسية تنقل عن مسؤولين أمريكيين ما ينافي خبر إجلاء الموظفين من قاعدة بلد ويؤكدون أن لا تغير سيطرأ على الطاقم العسكري والإداري في القاعدة ويهددون باتخاذ الإجراءات الحازمة في حال تعرض قواتهم في قاعدة بلد إلى تهديد عادة ما يصفونه بالحقيقي دون أن يعطوا ملامح أو معايير لمثل هذا التهديد وبحسب الأحداث فإن سلسلة الهجمات تصعدت في العراق حيث استهدف بقذائف الهون معسكر التاجي الذي يضم مستشارين أمريكيين ووحدة صيانة دبابات وعربات هامفي تلا تلك العملية سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يضم أيضا مستشارين عسكريين أجانب أغلبهم أمريكيون ويضم أيضا منظمة غربية للمساعدة في نزع الألغام كذلك استهدف موقع عمليات نفطية متقدم في حقول الزبير النفطية غرب البصرة وأسفر عن إصابة ثلاثة موظفين جميعهم عراقيون وهو ما استدعى سحب الموظفين الغربيين من شركتي شيل وأكسون موبيل ماذا بعد كل هذه الهجمات؟ انسحاب أمريكي تدريجي ينافي كل ما قيل من أن واشنطن تعد خطة لتحييد ميليشيات الحجد عن الساحة العراقية في حال تعرض مصالحها للخطر أم استمرار في لغة التهديد والوعيد دون فعل يذكر؟ الخاسر هنا بالطبع ليس المتحاربين أمريكا وإيران وإنما من تدار على أرضهم رحى الحرب وتدفع من دمائهم فاتورتها